بسم الله الرحمن الرحيم الخاصة في المكتبة وقلنا أن التصنيف هو عملية تحديد الموضوع ودلع له برمز من خطة التصنيف وهذا هو المقصود بتصنيف فجال المكتبة لأنه نقص التصنيف في المكتبة والتصنيف أهمية بالغة لأنه جزء رئيس من رقم الاستدعاء الذي من خلاله يتمكن القارئ أو الطالب من استدعاء أي استرجاع أي طلب أي معلومات موجودة في داخل المكتبة وتحدثنا أن أنظمة تصنيف متعددة أشهرها وأكثرها استخداماً على مستوى العالم هو نظام تصنيف ديو العشري وتعرفنا عليه وقلنا أن التصنيف العشري قسم المعارف البشرية لعشر أصول أي بمعنى طبق التعريف الذي يقول أن التصنيف تحديد الموضوع ومن ثم قسم موضوعات العالم البشري كله لعشر أصول أساسية أي عشر موضوعات رئيسية بدأت بالمعرف العامة ثم الفلسفة وعلم النفس ثم الديانات ثم العلوم الاجتماعية ومن ثم اللغات ثم العلوم البحثة فالعلوم التطبيقية فالفنون فالآداب فالتاريخ والجغرافيا والتراجم هذه أصول المعارف البشرية جميعاً بعد ذلك تعريف التصنيف يقول عملية تحدث الموضوع حدد الموضوع ومن ثم استكمال التعريف الدلالة على الموضوع برمز من خطة التصنيف أي هنا هذا الموضوع يصبح الدلالة عليه رمز الرمز إما يكون حرف أو رقم دي والعشر استخدم الأرقام وتحديل الأرقام العربية والرقام العربية جميعاً تبدأ بسفر وتنتهي بتسعة وبالتالي واستخدم للمعرف العامة رمز سفر للعلوم للفلسفة واحد وهكذا إلى التاريخ والجغرافيا والتراجم من رمز تسعة كما هو موجود وموضح في الكتاب المقرر وأيضاً في الشرح عبر الباوربوينت وفي الفيديو الفيديو السابق وأيضاً قلنا أنه هناك قاعدة في رمز التصنيف ألا يقل الرمز عن ثلاث خانات وقد يصل إلى ما شاء الله بشرط بعد الثلاث خانات الأولى يوضع الكاسر العشري نحن تدث عنه بعد قليل وبالتالي أصبح رمز المعرف العامة سفر 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 وينتهي أي إلى سفر تسعة تسعة لو لاحظنا الخانة الثانية والثلاثة تغيرت لأنها تفصيل تلاث خانات أما الخانة الأولى وهي رمز سفر من اليسار لم تتغير لأن كل موضوعات المعرف العامة رمزها الرئيس يجب أن يبدأ بسفر ثم يتفرع إلى التلاث خانات سفر سفر واحد سفر سفر اثنين سفر سفر ثلاثة إلى سفر تسعة تسعة بعد سفر تسعة تسعة لتلاث خانات سيبدأ الرمز بواحد سفر سفر أي بلغة الأرقام بلغة العد باللغة الإحصائية 100 بدي جدا 1-0-100 يبدأ بـ 1 بـ 1 اختلف الأصل اختلف الرمز الأول من اليسار 1 مخصص لأصل الثاني اسمه الفلسفة وعلم النفس سنجد أن الفلسفة وعلم النفس جميع موضوعات الفلسفة وعلم النفس يبدأ بـ 1-0-0 إلى 1-9-9 إلى 1-9-9 بنفس الطريقة 1-0-1 1-0-2 1-0-3 1-1-0 1-2-0 إلى 1-9-0 إلى 1-9-9 بعد 1-9-9 سيكون الرمز بديه جدا 200-200 للديانات وهكذا 200-99 إلى أن نصل إلى آخر رمز 9-0-0 إلى 9-9-9 وهو الرمز المخصص إلى التاريخ والجغرافيا والترجم هي الأصول العشرة اللي تفرع منها فروع 100 أي كل أصل تفرع إلى فروع عشرة فعشرة في عشرة أصبح 100 فرع وضربنا مثال على العلوم البحثة كمثال 500-500 إلى 5-0 إلى 5-0 إلى 5-9-9 عفواً من 5-0-1 إلى 5-0-9 يعني 5-0 الرمز المخص المخص برياضي بشكل عام 5-1-0 إلى 5-1-9 الرمز المخص برياضيات أي كر مزرية 5-1 ومن ثم 5-2 الفلك 5-3 الفيزياء 5-4 الكيميا 5-5 علوم الأرض الهيجيولوجيا 5-6 علم الأحافير و5-7 علوم النبات و5-8 عفواً 5-7 علوم الحياة بشكل عام و5-8 علوم النبات و5-9 علم الحيوان أيضاً ضربنا مثال على الفروع الألف وقلنا أنه قسمت إلى أقسام إلى ألف أي كل فرع من الفروع المية قسم إلى عشرة فأصبح لديه عشر أصول في عشر فروع في عشر أقسام ألف وهي رمز دي والعشر من 0-0-0 إلى 9-9-9 ألف رمز ألف رمز وضربنا أمثل على الهرمية وكيف ترد الهرمية ومقصودنا بالهرمية أي الرمز يبدأ من العام من القمة إلى القاعدة من العام إلى أقص الخاص وليس الخاص فقط يعني من الرمز الرئيسي إلى تخصيصاته إلى فروعي وقاعدة مفهومة ضمنا كلما طال رمز الرقام كلما دل على دقة التفرع أي أن الموضوع متفرع إلى أدق 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 التفريعات وهكذا وضربنا أمثل على ذلك لدينا أمثل الشعر العربي العباسي ضربنا عليه أمثلة كيف بني الرمز مثال آخر خاص كان بالمكتبات الجامعية كيف بلنا رمز المكتبات الجامعية وحتى مثلنا ذلك بالرمز كيف ما الموصود بالهرمية كيف بدأت الهرمية وكيف ظهرت الهرمية وضربنا مثال أيضا على رقم الاستدعاء بشكل عام رقم الاستدعاء بشكل عام وضربنا مثال كأنه كتابا رسميا كتاب بعنوان مهارات قرية القدم الدكتور أسعد المجدلاوي كيف يكون رمزه ربنا مثال على كل رمز من هذه الرموز كيف بنيه كيف بنيه هذه الرموز بالتفصيل بالمناسبة معلومة سريعة من تباتش لها خطأ بسيط في الباور بوينت يعني في رأسه كل سهم من هذه الأسهم ارجعي قليلا يعني كل سهم خاص برقم السهم 7 صح 9 بده رجع شوية 6 رجع شوية لل 6 سهم الثالث السهم الرابع للثلاثة الأولى السهم الأخير للثلاثة الثانية اللي هي الرمز الخامس وهكذا هذا الرمز الخاص برقم السدعاء وكيف يتكون اليوم في هذه المحاضرة بصدد الحديث كيف ترد الأسئلة حول هذا الموضوع في الاختبار وهذا ما هم الطالب يعني الموضوع السابق اللي شرحته المحاضرة السابقة واستكملته أو رجعته خلال المحاضرة الحالية أو في الخمس دقائق السابقة من المحاضرة الحالية هدفه أن يهفم الطالب كيف بدنا الرمز وكيف يستطيع استدعاء أو استرجاع الكتاب من عن الرف وقد يرجع بنفسه دون مساعدة موظف المكتبة أو من المكتبة النص ما عارف هو متخصص في مجال المن النفس إذن كل كتب علمه ستبدأ بواحد وإذا أكثر دقة واحد خمسة هو متخصص في مجال العلوم الطبية كله لوم الطبية تبدأ بستة وبشكل أضاق ستة واحد يعني ستة واحد سفر ستة واحد واحد ستة واحد اثنين ستة وهكذا كل يبدأ بستة واحد وتفرعته لما يصير ستة اثنين مش طب صار هندسة صار معوضوع آخر لما يصير ستة ثلاثة صار مش طب وهكذا إذن كل واحد حسب مجال وحسب تخصصه يكون عارف شو أين تقع الأوئية في المكتبة مكتبة جامعة لقصة أو أي مكتبة استخدم دي والعشر وبالمناسبة كل مكتبة قطاع غزة استخدم النظام يعني لو توجهت إلى مكتبة جامعة الإسلامية ستجد نفس الألية الأظهر نفس الألية القدس المفتوحة نفس الألية مكتبة حتى المكتبة العامة مكتبة بلدية غزة إلى أي مكتبة في قطاع غزة ستجد نفس الألية لأنها تتخدم نظام واحد من نظام دي والعشر وبالتالي كان هذا الهدف الأساس من المعلومات السابقة الآن الهدف الفرعي الهدف الفرعي كيف تتحصل على درجات عالية في هذا السؤال في الاختبار كيف تحصل على معدل عالي سنذكر عدة أمثلة كيف ترد الأسئلة وبالمناسبة سنركز عليها كثيرا خاصة في الاختبار النهائي اللي من ستين ستكتشف أن هناك درجات كثيرة على هذا الموضوع الموضوع مهم جدا ستضرب أمثلة وعلى غرار هذه الأمثلة اللي موجودة عندك سأشرحها الآن وموجودة عندك في الباوربوينت على المنزل على الموديل تتعرف كيف ستجيب على هذه الأسئلة لدينا سؤال سؤال أول اسمحوا لي بلبس النظارة حتى أتابع معكم بشكل ضقيق كتابة حدث عن صناعة الساعات اليدوية يصنف فيه انتبه جيدا هنا أنا ذاكر أربع أرقام في خطأ في التنصيق في خطأ بسيط في التنصيق يعني إن سمحت لي سريعا تعديله ولكن خلاص خلص نكون واضحين الرقم ألف رمزه 881.1 رقم با نتيجة نقل الأوفيس المناسبة في الجهاز عندك أن ظاهر صح الرقم الثاني با 580.1 الرقم الثالث جيم 081.1 والرقم الرابع والأخير عن خير الرابع 680.1 يعني هديك سؤال اختر في الاختبار النهائي موضوع معين وعليه أربع أرقام ثلاثة خطأ وحد صح كيف أختار الرقم الصح من الأمثلة التالية صناعة الساعات اليدوية 380 يتساءل الطالب هنا أي الخراض صحيحة يبدأ يحلل الرمز 380 380 080 680 تبا يا الطالب عندي أربع أرقام واحد من الأرقام الأربع صحيح ثلاثة الثانين ليست صحيح بل هما خطأ الرمز الأول 380.1 اللي بهمني الرمز المعلم باللوم الأحمر وهو الرمز الأول 318 0.1 أي الرمز 3 الأصل 3 خاص بماذا؟ بالعلوم الاجتماعية في الأصول العشرة سابقة الذكر طيب الأصل 5 العلوم البحتة الأصل 0 خاص بالبعالف العامة الأصل 6 خاص بالعلوم التطبيقية فلتسأل نفسك سؤال الصناعات بما فيها صناعات الساعات الإدوية صناعة risk النقر الساعات الإدوية زي الطيارات صناعة هذه الصناعة خفية هذا الصناعة ثقيلة إله الآن ننتبه هل الصناعات ضمن العلوم الاجتماعية بالطبع لا؟ إذن خيار خاطئ هل الصناعات ضمن العلوم البحتة بالطبيع لا؟ واحد يقول لي طب ما هي العلوم البحتة؟ ما لديك تفصيل العلوم البحتة هي فلك رياضيات الفيزياء الكيميا هذه العلم البحثة إذن خيار خاطئ الرمز سفر هل هو معارف عامة إذن لم تعلم المعارف العامة علم المكتبات والمجموعات والموسعات وهكذا إذن خيار خطأ ماذا تلقى علوم تطبيقية وستكتشف أن 660 للصناعات أي تبدأ بستة ما يهمك يا الطالب هو الرمز الأول وهنا نصيحة وليست نصيحة بقدر ما هي طلب بقدر ما هو أمر الأصول العشرة يجب أن تحفظها مثل اسمك سفر 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 معارف عامة 100 فلسفة 200 ديانات إذن سفر معارف 1 فلسفة إذن حينما أنظر إلى الرمز الأول مباشرة أتوصل إلى الإجابة هذه الإجابة موضوع صناعة تسعة الإدوية ضمن العلوم التطبيقية لأن بن قسين الصناعة تطبيق إذن الرقم الصحيح هو الخيار الأخير رقم دال الخيار رقم دال هو الخيار الصحيح هذا مثال مثال ثاني كتابة حدث عن صيام الستة من شوال 4 رموز ألف باجي مدال 262.4 860.4 460.4 360.4 ما هو الرمز الصحيح نفس الطريقة 2 خاص بالديانات 8 خاص بالأدب 4 خاص باللغات 3 خاص باللوم الاجتماعية بديه جدا هذا الموضوع سهلا جدا الصيام ضمنه ضمن العلوم الدينية هكذا ستجد الإجابة الرقم الصحيح هو 162.4 لأنه يبدأ باتنين يبدأ بماذا؟ باتنين مثال آخر وأخير هذا مضبوط الحمد لله لا أنا توعملت نعم كتابة حدث عن السيكولوجي 055.4 155.4 355.4 755.4 نفس الفكرة 0 معارفة عامة 1 فلسفة وعالم نفس 2 علوم اجتمعية 3 فنون أي رمز الصحيح بديه جدا رمز الذي يبدأ بواحد لأنه السيكولوجية ضمن علوم أو ضمن علم النفس الرقم الصحيح هو 155.4 كيف يتم تصنيف الكتب في المكتبة؟ بديه جدا قلنا يتم التصنيف احتمالنا على الموضوع وإذا تشابه الموضوع نلجأ إلى عفوا نتم تصنيف الموضوع وبعد أن نحدد الموضوع نأخذ الرقم المناسب من الخطة ومن ثم بعد أن تهي الرقم المناسب من الخطة نضع الرقم الخاص بالاستدعاء الخاص برقم الاستدعاء كاملا وهو رقم التصنيف زائد الأحرف الثلاثة الأولى باسم الأخير المؤلف زائد الحرف الأول من عنوان العمل كما قلنا في مثال خاص بكورة القدم دكتور أسعد المجدلوي الآن سؤالي هل المكتبة ترتب مقتنياتها مع بعضها البعض أم تفصلها؟ هناك خيار في بعض المكتبات بعض المكتبات قد ترتب حسن الموضوع جميع المقتنيات حتى لو كانت لغة مختلفة أي كتب الكيميا باللغة العربية بجانب كتب الكيميا باللغة الإنجليزية لأن الفيصل بينهما رمزا واحدا لأن الموضوع واحد بعض المكتبات لا تعتمد على الترتيب أولا وفقا للشكل المادي أي الكتب لوحدها الدوليات لوحدة رسالة الجمعية وفقا لللغة أي اللغة العربية تنفصل على اللغة الإنجليزية تنفصل على اللغة أخرى لو فيه لغة فرنسية أو ما شابه هذا خيار المكتبة لكن بديه جدا أن الكثير المكتبات تكتب الأطفال لوحدها كتب المراجع المراجع لوحدها إذا لديها مخطوطات أكيد لا تتحاج إلى معاملة خاصة معالج خاصة تكون لوحدها وهكذا وهكذا هذا خيار متروك للمكتبة والمكتبة التي تقوم به حسب ما ترتقي ترتيب الكتب على الرفوف يبدأ الترتيب على الرفوف أولا اعتمادا على الأرقام لأن الرقم هو الأساس في رقم الاستدعاء سفر 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 صفر واحد سفر سفر اتنين سفر سفر ثلاثة وإذا تشابه الرمز أو ثلاث خنات الأولى نلجأ إلى ما بعد البوينت بعد الكسر العشري ما بعد الكسر العشري وهكذا رضي امثال كتابة تحديث عن تاريخ مصر الحديث تلاتة تسعمية وتنτοستين حدث عن مصر القديم تسعمية وتن والتلاتين كتابة عن القضية الفلسطينية تسعمية وت telefonية فلسطينية تسعمية وتنن أربعة حدث عن تاريخ الإسلام زي whatnot الخليفة عمر بن الخطاب 0-3-2-4 وتاريخ عن تاريخ الاستامزة من الخلافة العثمانية 956.08 كيف ترتب عرف مثال سهل رتبهم قبل ما اذكر الحال في البداية تشابه في الرمز الاول لأن كلهم تاريخ إذن كلهم هيكونوا ضمن اصل واحد ثم نلجأ الى الاصل الثاني هنا ستة هنا ثلاثة هنا خمسة خمسة إذن بدي يجد ثلاثة في الاول إذن توضع ثلاثة في الاول ثلاثة تكون الرمز الاولاني ثلاثة مباشرة إذن هو ضع ثلاثة مباشرة ثلاثة عظيم الآن بعد ذلك عندي خمسة 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 عندي ثلاثة خمسة خمسة ستة خمسة شتة ممتاز إذن الثلاثة مش عارفين له غاية الأنوين للمرمز الاول ثلاث خنات مش واضح بالنسبة لي فبلجأ لما بعد البوينت بعد البوينت أربعة سفر سفر بدي يجد أصفني الأربعة لأن السفر قبل الأربعة في الترتيب عندي سفرين سفر و سفر في كل رمز سفر تمانية و سفر ثلاثة إذن سفر ثلاثة قبل سفر تمانية إذن في الترتيب هذا هو الرمز اللي هو رقم اثنين هنا تتحدث عن تاريخ مصر القديم والرقم أربع بيكون هو في الترتيب بتحدث عن تاريخ الإسلامي رقم خمسة بتحدث عن تاريخ زمن الخلافة بيكون رقم اللي بعده ومن ثم آخر شيء اللي هو تاريخ مصر الحديث هكذا ترتب الكتب على الرفوف هذه أرقامها هنا ملاحظة انتبه لها وسنشرحها قليلا إذا وجد كتاب إذا وجد أكثر من كتاب في نفس الموضوع في أرقم تصنيفة واحدة بديه جدا لو عندي مثلا خمس كتب الخمس كتب بيحكوا عن القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية ونقطة مفصلة قضية فلسطينية رمزها 956.4 لأن الأربع أو الخمس أو العشرة قضية الفلسطينية 956.4 رمزها ما مع الصبورة على الشاشة 56.4 طب 100% على الرف أنا عندي خمس كتب من كل كتاب ترتة أربع نسخ يعني أنا بتحدث عن مجموعة في الرف أين يوضع من الذي يوضع قبل الآخر هنا نلجأ إلى الأحرف الخاصة باسم المؤلف الأحرف احنا قلناها رقم للثابت كون مشقين رقم التصنيف 954 في مثال حالي انتهينا منه الشق الثاني ثلاث أحرف والأولى من اسم الأخير للمؤلف يعني ألف بات ث جمحة حسب الترتيب الهجائي طيب لو كان لنفس المؤلف ما هيكون نفس العائلة يعني الاسم الأخير نلجأ إلى الحرف الأول من عنوان العمل وبديه جدا عن عنوان مختلفين مش هيكون للمؤلف كتابين يحملها نفس العنوان لا بكل نسخ ممكن من نسخ جنب بعض واضح؟ أما عنوان جديد لا وقلناها قابلكم عدة مرة تانية هذا اسمه عنوان كم نسخة منه قد يكون مليون نسخة لكن فينها عنوان واحد عنوان واحد واضح؟ هاي النقطة انتبه لها جيدا النقطة اللي بعدها عظيم جدا هنا خلصنا وانتهينا من المكتبة التقليدية بآخر نقطة تحدثنا عنها هذه المكتبة التقليدية شو المكتبة اللي قلنا عنها؟ اللي جل مقتنياتها من الورق لكل مقتناتها ورقية نبدأ الآن بالشق التاني من هذا الفصل وهو مهارة استخدام المكتبة الإلكترونية ولدينا ثلاث مكتبات مكتبة رقمية مكتبة الإلكترونية المكتبة الإفتراضية انتبه معي وستقرأ ما هو مكتوب فيما بعد حتى تفهم في خلط كبير في المسميات بل هناك تداخل لا أقول خلط ولكن تداخل عملية تداخلية بديه جدا نظرا للتقنية الحديثة واستخدامها في مجل المكتوبة والطور الطبيعي ظهر دي مجموعة من المسميات التي في ظاهرها متشابه جدا باطينها اختلافات طفيفة ظاهرها متشابه بقول مكتبة الإلكترونية بقول مكتبة رقمية بقول مكتبة المستقبل بقول مكتبة بالجدران مكتبة مهيبرة مكتبة افتراضية مكتبة تخلوية جميع المسميات السابقة شبه متراضفة الاختلاف هو الطفيف الاختلاف هو الطفيف يعني التمييز بينها هو الشيء الطفيف هو القاسم البسيط الذي يميز هذه عن الآخر أما القاسم الأكبر وقاسم مشترك الجزء الأكبر وجزء مشترك وهذا بديه جدا نتاج استخدام التقنية أو التكنولوجيا بشتى أشكالها من هاردوير وصوفتوير زائد شبكات الاتصال أو صلي هذه المفاهيم أو صلي هذه المكتبات وهذا نوع من أنواع المكتبات واضح؟ سنركز اتلاف مكتبات هي الأكثر شوية أكثر استخداماً كمصطلح يعني هي الأكثر يعني معرفة لدى القراء كمصطلح باقي الأنواع نعم ولكن يعني نقول مكتبة مهيبرة قليل من سمع بها مكتبة المستقبل مصطلح عام مكتبة جدران كناية على أنها لا تحتاج إلى مكان أو جدران أو ما شابه لكن الأكثر استخداماً من نحية حتى علمية هي ثلاث مصطلحات مكتبة إكترونية مكتبة رقمية ديجتال ليبرالي مكتبة إفتراضية أو تخيولية سنبدأ مكتبة مكتبة ما هي المكتبة الإلكترونية؟ المكتبة الإلكترونية هي المكتبة التي كونت مقتنياتها من شقين هذه العبارة مرة ثانية المقتنيات التي فيها كونت من شقين وبالمناسبة هنا قد تجمع المكتبة في هذا الجانب بين المكتبة التقليدية والمكتبة الإلكترونية أي لدي ورق يعني كتب ورقية ولدي جزء به كتب إلكترونية واضحة؟ نرجع مرة تانية إذن ما المكتبة الإلكترونية التي جمعت بين شقين التي عفوا جمعت بين شقين الشق الأول والتي كونت مقتناتها من مصادر أصلها ورقي أساسها ورقي وعولجة إلكتروني يعني دخلناها بحط طرق الادخال كالسكنر كالمسحدة والأشك طبعا أكثر استخداما والأشهر والأسهل والأسرع كما تشاهد المميزات الأول أدخلت عن طريق السكنر أصبحت متاح بشكل إلكتروني هذا الشق لو شقي التاني أنتجت من الأساس الإلكتروني إذن هذه مكوناتها طبعا عظيم جدا حتى هذه اللحظة انتبه هناك المكتبة الرقمية تتشابه معها لأن المكتبة الرقمية تتكون بنفس المكون إما أساسها ورقي وهو الجد الإلكتروني أو أنتجت من الأساس الإلكتروني طب 100% ما هو الاختلاف في آلية الاستخدام في مهيتها في كيفية حفظها والتعامل معها المكتبة الإلكترونية متاحة لأونلاين يعني أستطيع استخدامها عبر الشبكات أستطيع استخدامها عبر الشبكات هنا أتصل للحاسب بشبكة سواء محلية أو عالمية وأخذ ما يحتاجه من المكتبة الإلكترونية أو ما يسمى بقواعد المعلومات الإلكترونية قواعد البيانات طيب الشق التاني تستخدم من خلال وسائط المادية الإلكترونية يعني لحقا خزنتها على أحد الوسائط يعني على وحدتي التخزين الخاصة بالحاسب إما الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية خزنتها على جهاز الحاسب على الهارت أو خزنتها حتى على الهارت خارجية أو في أفلاشة أو استوانة أو ما شابه هذا بسميه وسيط مادي إلكتروني لأنه هذا وسيط مادي لكنه ورقي الاستوانة وسيط مادي ولكنه إلكتروني ليه؟ لأنه يحتاج عنده قراءة عنده للطنع عليه إلى مصدر إلكتروني إلى جهاز حاسب إلى جهاز حاسب لا يمكن الاستخدام ولا قيمة له بدون جهاز الحاسب هذا لا هذا مباشرة وهذا احد الفرقات بينهم هذا مباشرة كل من يبصر ومن لا يبصر فيستطيع ان يلبس النظارة ويصبح مبصرا او بصر ضعيف عفوا يستطيع ان يقرأ ما يحتاج يستطيع ان يقرأ ما يحتاج اما الاستوانة فلا ارى منها شيئا او ما شابه الفلاشة ما شابه تحتاج الجهاز قارئ توضع في جهاز حاسب قارئ اذا هذه هي المكتبة الالكترونية وكان مرة ثانية اما اصلها ورقي والجت الالكتروني او انتجاب نساس الالكتروني استخدامها اما عبر الانلاين او استخدام تاني من خلال وساط المادية الالكترونية يعني عبر وحدتين تخزين يعني ببساطة ايها الطالب الجامعي انت جالس الان على شبكة الماء انت صفح شبكة الماء اونلاين قمت بعمل داونلود لأحد الملفات يعني تحميل تنزيل لأحد الملفات من تأكيد هتحمله اما على الحاسب على هارض الوحدة الداخلية او على وحدة خارجية على استوانع وحدة تخزين خارجية على استوانع فلاشا حينما تريد ان تصفح مرة تانية لا تحتاج الى الشبكة لا تحتاج الى اونلاين لانه اصبح متاح بوسيط مادي الالكتروني واتحت هكذا عظيم جدا هذه المكتبة الالكترونية المكتبة التانية المكتبة الرقمية نفس المكونات السابقة ولكن تختلف عن المكتبة الالكترونية بأنها متاحة فقط عبر الأونلاين سميت رقمية ديجتال ليبر لأنه اللغة الأرقام اللغة العشرية اللغة الثنائية زيرو والواحد وبالتالي هاي المقصود فيها هنا فقط متاحة بشكل رقمي بنصوص رقمية أي من خلال الشبكات من خلال قواعد البيانات واضحة مش واضح يعني الوسيط المادي ليس رقمي ولكنه إلكتروني الوسيط المادي يعني الإستوانة ليس ورقي ليس عفواً رقمي غير أنه إلكتروني أما هو متاحة للشبكة فيصنف رقمي ويصنف إلكتروني سؤال هنا من أشمل بديه جدا مصطلح المكتبة الإلكترونية مصطلح المكتبة الإلكترونية إذن كل مكتبة رقمية هي مكتبة ماذا؟ إلكترونية هي معنى كلمة أن المصطلح المكتبة الرقمية أشمل مصطلح المكتبة رقمية لكن هنا ما أريد أن أخصص للأونلاين المنتشر اليهو رقمي بديه جدا التخصيص مهم واضح؟ إذن كل مكتبة إلكترونية رقمية نعم ولكن ليس كل مكتبة رقمية إلكترونية لأنه فقط الرقمي هو الأونلاين أما الموجود على وسيط غير الأونلاين غير التسال عبر خطب بباشر عبر الشبكات فهو ليس برقمي بل إلكتروني عظيم جدا المكتبة الثالثة المكتبة الافتراضية أو المكتبة التخيلية وهي المكتبة التي ليس لها وجود على أرض الرواقع سميت بهذا المسمى لأنها ليس لها وجود لا تحتاج إلى جدران إلى إله فقط هي عبارة عن تشارك أو اتفاق بين مجموعة من المكتبات ومركز المعلومات لإنشاء مكتبة افتراضية يعني قاعد بنات مركزية فقط اللي بيحتاجوها هذه المكتبات بناء على البرتكولات معينة أو تفقيات معينة تشاركية إلى سيرفر مركزي سيرفر رئيسي يعني خادم رئيسي في مكان ما باتفقوا عليها وفق البرتكول كل مكتبة بديه جدا بكون حولت مقتنياتها المراد الاتفاق عليها على وسيط رقمي يعني عسب المثال مكتبة جامعة لقصة مكتبة جامعة الإسلامية مكتبة جامعة لازهر مكتبة جامعة أبوديس بالقدس مكتبة جامعة عين شمس بالقاهرة مكتبة هارفة البثارات الأمريكية مكتبة عسب المثال كامبرج في بريطانيا مكتبة مكتبة محمد الملك فاهد في السعودية مكتبة اليرموك في الأردن إلخ إلخ أي مكتب من المكتبات سبقة الذكر تخيل لا يوجد حدود بديء عفوا يوجد حدود جغرافية أو سياسية بين هذه المكتبات الحدود قائمة سواء كانت جغرافية أو سياسية أو الاثنين معا وبالتالي اتفقوا بينهم على إنشاء مكتبة افتراضية كل المطلوب في مجال مثلا الطب مجال الهندسة أي مجال كل مكتبة المكتبات بتكون عندها مقتنيات في هذا المجال محولة رقميا أو بتقوم بتحويلها المهم موجودة رقمي موجودة بواسيط رقمي مقتنيات السيرفر كل مقتنيات هذه المكتبات مجتمعة بديه جدا أنا برسل كمكتب الجنة الضقص إلى السيرفر ماذا أستقبل اللي على السيرفر شو اللي على السيرفر مقتنيات المكتبات المجتمعة في هذا المجال وطبعا وفق الدخول إليه وفق البروتوكول اليوزر نيو والباسورد لصلاحيات الدخول لأشخاص محددين هذا ما يسميه مكتبة افتراضية منتشرة اليوم كثيرا في الفضاء الإلكتروني السبب الرئيسي في انتشارها ما يسمى بالفضاء الإلكتروني وانتبه للمصطلع الفضاء الإلكتروني هل الفضاء معالم جغرافية؟ بالطبع لا بالطبع لا نحن لا نعلمها لا نعلم الله سبحانه وتعالى لكن ما أقوله بعين البشر ليس له أي حدود جغرافية هذا هو المخصوص بالفضاء وبالتالي عبر شبكات المعلومات نتعامل معها وفق سيرفر معين وخوادم للنفاذ والدخول هذا ما يسميه المكتبة الافتراضية إذن هي النسخة ومصغرة من المكتبة الرقمية ما الفرق؟ المكتبة الرقمية أونلاين يعني عبر الشبكة ولكنها متاحة لكل الناس في كل المجالات طالما لديها حاسب لديها محركات بحث حتى ساعة بعدها قليل بنفذ من خلالها إلى الشبكة العالمية إلى الشبكة العالمية ما هو متاع الشبكة العالمية؟ بستطيع التعامل معه أما المكتبة الافتراضية فهي فقط للمكتبات المتشاركة لأشخاص محددين فقط للمكتبات المتشاركة اللي ضربنا فيها مثال سابق بشكل سريع طبعا أسباب إن شاء المكتبة الرقمية يعني أبناء طلبة طلاب وطالبات في أشياء كثيرة يعني سألن أقف عندها كثيرا لأنها لا تحتاج إلى جهة كبير لقراءتها وفهمها ورغم ذلك إذا في أي نقطة طالب بشفهمها من خلال التواصل عبر الجوجل میت أو ميتينج أو الإرسال عبر المودل أي استفسار وليس لديه أي منع بالإجابة أو حتى بالإعادة شرحه في فيديو قادم بإذن الله تعالى فعشان يكن فيه نقاط كثيرة همور عليها مرور الكرام لأنها لا تحتاج إلى شرح يعني شرح فيه نقاط أهم في شرح بعد موزات المكتب الرقمية مذهل جدا أيضا سهل جدا ألغت الحدوث الجغرافية والسياسية عملتها كمكتب واحد تخيل أنا أقول مكتبة جامعة لقصة شاركت مع 10-15-30 مكتبة إلغ أصبح كأنها تقتني كل مقتنية هذه المكتبات يعني أصبح المستفيد من مكتبة جامعة لقصة يطلع على مقتنية كل هذه المكتبات بالمناسبة قد تكون هذه المكتبات متراملة الأطراف بعيدة جدا أو يجبت حدود سياسية أنا أنا مش قدر روح مكتبة جامعة نجاح اللي هي جزء ثاني من الشطر الثاني من الوطد لكن مش قدر أصالها لحدود سياسية أو حتى تحدود جغرافية ومشاكلها ومشابها تمام هاي بعض منذ المكتبة الرقمية تنظيم جامعة المكتبة الرقمية بدي أذكر نقطة مهمة جدا لأنه نجيب السؤال قبل ذلك وبعد الطالب ما كونش فاهمينه بس أشرحه الآن يعني نقاط هاي أسألك سؤالها يا الطالب حينما تذهب إلى المكتبة الرقم المكتبة التقليدية الورقية يعني هاي مقتنيات زي هيك سؤالي لك وبكل بساطة أترى الكتاب بالطبيع نعم أتلمس بيدك نعم إيه أنت زي أنت شفت الكتاب بيدك شفت الكتاب بيدك ولمسته بيدك لأنه ما أدي طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل مقتنيات المكتبة التقليدية مرتبة بالطبيع لا أم نعم بالطبيع نعم سؤالي أنا هل نعم أم لا بالطبيع نعم طيب لماذا رتبت رتبت لكي يسهل الوصول إلى مقتنياتها شو يعني يعني مقتنيات المكتبة مرئية ملموسة رغم ذلك قامت المكتبة بترتيب هذه المقتنيات حتى أتمكن أنا يا طالب من الوصول إليها بسهولة طيب فما بالنا بالمكتبة غير المرئية غير الملموسة ما هي المكتبة الإلكترونية أو المكتبة الرقمية بالمناسبة سأستخدم المصطلحين بمعنى واحد سواء ذكرت إيك ويك أقصر الإثنين المكتبة الرقمية بالله عليك أترى مقتنياتها أتلمسها بيدك لا إنها عبارة عن رموز عبارة عن زيرو واحد أنت لم ولن تراها لن ولن تلمسها أنت بتشوف النتيجة فقط طيب سؤالي هنا في هذا الجانب هل تحتاج إلى الترتيب؟ بالطبيع لا أم لا؟ عفوا أنا أقول بالطبيع نعم أم لا؟ بالطبيع نعم إذا كانت المكتبة التقليدية المرئية الملموسة ترتب مقتنياتها فما بالن بالمكتبة التي لا نرى مقتنياتها إذن نحتاج إلى الترتيب شو معنا كلامي؟ يعني هذه المكتبة التقليدية لأن ترتب مقتنياتها طالما أنا حشوفها بعيني والمسها بإيدي حصل للكتاب آجلاً أو عاجلاً لكن الترتيب وجده عشان يسهل علي عملية الوصول ويسرعها طيب المكتبة الرقمية أنا ما بشوفهاش ولا بالمسها إذا لو مش مرتبة مش حق درسل للشيء لأنه في الشيء أصلاً إذن هي ترتب مقتنياتها عشان سهلت الوصول إلي إذن هي بحاجة مسأة أكبر عملية الترتيب هنا عملية الترتيب تتناول شقين شق الأول للتصنيف كما قلنا عن عملية التبويب تستخدم عن تصنيف وتعدم من تصنيف دول عشرة العملية التانية هي ما يسمى بالبحث والاسترجاع عبر محركات البحث ملوظة في الكتاب سريعاً الزواحف التي تزحف للوصول العناكب وسمية العنكب لأنها مترابطة مع بعض البعض لذلك أنه لو نظرت إلى خوط العنكبوت لا ترى بدايتها من نهايتها لا تعرف كيف تتصل مع بعض البعض هذا تعبير أو مصطلح مجازي وطبعاً والأهم من هذا وذاك ما يسمى بمحركات البحث محركات البحث هي أداة حنتحدث عنه بعد قليل بس سريعاً محركات البحث هي وسيل أو أداة للوصول إلى مقتنيات المكتب الرقمية يعني هو فهرس المكتب الرقمية من أشهره وأكثر الأمثل عليه جوجل طبعاً هناك محركات كثيرة لكن الأكثر انتشاراً والأوسع هو جوجل تخيل جوجل هو الأشهر تبعي بالطالب جوجل هو الأشهر وهنا الشهرة هي الأكثر استخداماً يعني الأكثر وصولاً الأدق إلى خلاخ تخيله عن كلمة الأشهر رغم ذلك جوجل نفسه لديه نسبة عجز تقارب 25% يعني لا يستدعي أكثر من سبيل 25% بما متاح ولديه عجز يصل من 25% تخيل جوجل هو الأشهر وباستمرار بتم تحديث جوجل وأكيد تتوبيع ذلك وتعلم واستمرار في طبعات جديدة من جوجل تصدر في نسخ جديدة من جوجل تصدر ورغم ذلك العجز لازال قائماً لماذا؟ لأن كل ما صدر نسخة جديدة في نفس التوقيت بل في توقيت قد يكون متزامن أو أسرع أو أقل قليلاً أو في العادة بيكون أسرع الثورة المعلوماتية بتزيد نحن نبحيش في ثورة المعلومات بتزيد فهم بتطوروا عشان يحافظوا على قلعة الفجوة إذن الفجوة قائمة وستطبق قائمة إلى ما شاء الله يعني لن نصل إلى محرك بحث يستطيع أن يستدعي كلهم متى عبر الفضاء الإلكتروني عبر المكتبة الرقمية تخيل لن نصل لهذا المحرك لأنه نحن في طورة معلوماتية إلا توقف عجلة المعرفة عن نقطة معينة وهنا تتوقف الحياة وضحيت نظيم جداً مقارنة بين المكتبة الإلكترونية نذكرهم سريعاً إذا نقطة بدأت شرح بنركز عليها نقطة بدأت شرح يتكون المحتوى أساساً من أويات المعلومات المصصية والمطبوعة المفرزة طبعاً المسألة الأول واضح يعني زي نظر إلى الكتاب أو ما شابه تبقى غير مترابطة بشكل مطريقة نمعاً ديناميكية شوية مقصود هنا غير مترابطة اللهم صلى الله سيدنا محمد أنه يعني على سبيل المثال الكتب مفصول عن الدوريات مفصول عن الرسائل الجامعية حتى لو كان موضوعها واحد شغلة أخرى أنا كمؤلف ها أنا كمؤلف اللفت أربع خمس ست سبع كتب في موضوعات متعددة كل كتاب يصنف حسب موضوعه مع أنه أنا المؤلف واحد مع أنه المؤلف واحد في المكتبة الرقمية أو الإلكترونية طبعاً لا ليه؟ لأنه يؤلية البحث بتجيب ليهم مرة واحدة مع بعض أنا بدي كتب سين سين هيجيني كل كتب ومهما كان موضوعه بدي كتب تحكي عن موضوعه كذا هيجيب لي المقالات على الدوريات على الرسائل الجامعية على 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 مهما كان شكل الوعى مهما كان شكل الوعى واضحة؟ هاي المقصوب من التال الأول عفواً الفرق الأول الفرق الثاني الوصول إليها في أوقات العامة الرسمية سهلة تمام؟ يعني مدي جداً المكتبة التقليدية بتسكر أبوابها عندما في الجامعة تنتجامع خلاص تغلق مهما تفوت تتجامع عديك بالليل ما فيش المكتبة الرقمية مفتوحة طول الوقت تبلع نسخة بديه جداً قطرة استخدام هذا اللي أنا بمسكها بإيدي وأتعامل معها ستبلع شيء أما بيت يعني قد لا أكون قاصد أنه يبلع العمل ولكن مع الاستخدام سيبلع هذا شيء بديه لكن المكتبة الرقمية أنت لات تمسكها بيدك فلن ولم تبلع النسخة الواحدة نعم سهلة أن هذا الكتاب بين يدي أستطيع أنت يا القرأ أنت تستخدمه لا بعد ما خلص بعد ما انتهي منه أنت بتستخدمه لكن المكتب الكتاب أو الوسيط الرقمي إن شاء الله يستخدمه مليون في نفس التوقيت ما المانع تمام المطالعة هي الوسيلة التقليدية للتعريف والسماية والبصرية تساعد على نشر واحد يعني معنا آخر نوع نوضحها بمفهوم بسيط المطالعة موجودة منذ القدم وأنت أيها الطالب منذ أن بدأت تتعلم القرأة وأنت تطالع يعني أنت بدأت تطالع تقرأ في المكتب الرقمي لا نشأ لدينا ما يسمى بالوعي المعلومات يعني أديك مثال صغير مثال صغير واقع حيث الآن قبل الفصل السابق كانت كل محاضراتنا وجاهية وكانت تعاملك مع المحاضر بشكل وجاهي وبمطلبات واليات لكن الآن أو بعد الأزمة الحالية أزمة كورونا وما شابه بدأنا نتعامل عبر الوساط الإلكترونية عبر برنامج اسمه المودل أكيد كلكم تعرفوه وتعاملته معه هذه الثقافة الإلكترونية عبر المودل لم تكن معروفة لي كمحاضر ولا لك أيها الطالب فتعلمناها واصبحنا إلى حد ما مطقنين لجزء كبير منها هذا المقصود فيه هنا تكون فيها تطور محدود بديه جداً أما التطور هنا فهو السرع ومتلاحق اليوم ما نصل إلى اليوم غداً سيكون قديم أما الورقي فمنذ اكتشاف الورق إلى الآن التطور بسيط على شكل ورقي المحتوى بيكون أكثر أكاديمية هذا يخضع إلى نقطة أن الوثيقة هي الدوكومنت الورقي هو الدوكومنت هو الوثيقة وبتتذكر في الفصل الثاني أيها الطالب حينما قلنا أن المصدر الإلكتروني لا يعتد به كوثيقة حتى في المعاملة الرسمية حتى لو كان عليه التوقيع والختم لأن تغييره سهل دون أن نعلم أما الورقي فالتغيير فيه مستحيل إلا أن نعلم هاي رص ورقي هاي نصمت طوى بدغير فيه لازم أقشط لازم أستخدم أي وسيلة مختلفة أول مناظر إليها حتى بدون جهاز مكبر أو مايكروسكوب أو حتى عدسة مكبرة أو ما شابه مباشرة منظور ظاهر فيه واضح هاي نوصلنا بأكاديمية هاي شق شق آخر الكتب في العادة تصدر أو المصادر الإلكتروني تصدر عن أشخاص معروفين أو بدايات معرفتهم سواء مؤلفين قدماء أو مؤلفين حدثين كتاب حدثين أما المتاحة برى المصدر الإلكتروني فكثير من أحيان قد يكون مجهول التأليف أو بأسماء مستعارة أو بصيغة التلاميذ فلا يعتد به متى قد يؤخذ به في الاستشاد المرجعية من كثرة استخدامه وماذا تعني لك يا طالب هذا الكلام؟ أن المصدر الإلكتروني من كثرة استخدامه يعني من كثرة الرجوع إليه والاقتباس منه ومن ثم توثيقه يأخذ الموثقية العلمية يأخذ ما يسمى بإمكانية الاستشاد منه يعني إمكانية الرجوع إليه ومن ثم الاقتباس منه وتوثيقه ودهت يمكن تحكم بشرة في التنظيم المادي والمنطقي المعلومات وربط علاقة بينها بدي جدا لأن الشيء بمسكه بإيدي فيمكن كما شاء يعني طبعا هنا يمكن الفصل عادة ما يكون التفاعل بطيئة ووحادي طبعا زي ما قلنا بطيئة ووحادي أنا بدي معلومة في موضوع ما معلومة في موضوع ما توجهت إلى المكتبة التقليدية حب حث في الكتب وأخذ ما أحتاجه حب حث في الدورة وأخذ ما أحتاجه حب حث في الرسائل وهكذا يعني تخيل على كم نقلة مبالك لو كانت مكتبة كبيرة أو ما شابع لا في المكتبة الرقمية أنا جالس على نفس الجلسة على نفس الجهاز الخاص جهاز الحاسب في نفس بربطني بأكبر قدر ممكن من قواعد البيانات اللي بتوصلني للمعلومة بكل سهولة وسرعة هاي سريعا عرجنا على الفرق اللي في العادة في المحاضرة الوجهية ما باشرحه وبترك الطالب يقرأ لوحده وباشرح فقط أي شيء مش واضح للطالب مهرت تقنية البحث في الفهارس المكتبة طبعا هنا أقصد فيها الفهارس الإكترونية تمام؟ طبعا بديه جدا أنه لو أصبح الفهرس الآن فهرس إلكتروني لأنه من العيب أن يكون لدينا كل هذه التقنية ونستخدم فهرس تقليدي يعني الإلكتروني الآلي يعني دلما تروع على مكتب في العالم هتلاقي الحاسب موجود وتبحث من خلالي وبالعكس الآن البحث مش فقط عبر الكيبورد لا عبر الصوت وعبر وسائل كثيرة متعددة آآ أنا طول السيدنا محمد وزي ما اتفقنا أشهر مهركة البحث هو جوجل كيفية البحث في البيئة الإلكترونية عنا آليتين البحث في البيئة الإلكترونية آآ بحث بسيط وبحث متقدم بحث بسيط وبحث متقدم تمام؟ ما الفرق بين البحث البسيط وبحث المتقدم؟ بحث بسيط يعني بحث سهل سالس أي شخص ما عرفته في الحاسب مبدئية أولية حتى لو طلقنا مصلحة بدائية أيضاً يجوز يا عملية البحث سهلة بالنسبة له لأنه بحث بسيط سهل سالس غير أنه نتاجه غزيرة أنا هنا بقولش ذم لا هو أحد عيوبه نتاجه كثيرة وسنعرف لماذا بعد قليل حينما نتحدث عن البحث المقدم هذا اسم البحث بسيط بحث بسيط أما الآخر فهو بحث متقدم بحث متقدم يحتاج إلى مهرفة مسبقة بما أريد يعني بحث متقدم وعملية الربط بين أكثر من مدخل بحثي بين أكثر من مدخل بحثي الوصول إلى أدق النتائج وأسرعها الوصول إلى أدق النتائج وأسرعها في البحث البسيط لو ضربنا مثال سنكتشف أنه المتاح عبر محرك البحث الأشهر وهو جوجل فقط حق الواحد هذا حق اللي ظاهر أمامك بكتب فيه لي بديه وبعمل له رسيرش بحث هو بقوم عورية البحث وبجيب لي المعلومات بالصيغ الإلكتروني المتعددة بالصيغ قد تكون بالصيغة الورد بالصيغة الباوربوينت بالصيغة البي دي اف بالصيغة اليوتيوب هذا اسم بحث بسيط نتائجه غزيرة جدا 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 في المقابل بالبحث المتقدم لا أنا من أتحكم أنا محتاج المعلوم الفلاني يعني بكتب كي ووردس يعني كلمة مفتحية اللي أنا ببحث عن خلالها أنا ببحث على العقيدة الإسلامية بكتب العقيدة الإسلامية هذه الكلمة المفتحية عظيم جدا أنا ما بديها بالصيغة الورد بديها بسيقة البي دي اف ممتاز جدا هذا بحث تقدم قيود بحددها أنا بديها على سبيل المثال لمؤلف سين محمد راتب النوصي كمثال أو حتى لو بدون مؤلف إذا بدي لأكثر مؤلف أنا بديها مثلا على شكل مثلا بديشها في مقالة دردها في الكتب هذا خيار آخر للشكل مثال آخر أنا بديها مثلا بتاريخ معين ما بعد 2017 أو من إلى هذه كل خيارات بحثية متاهة في البحث المتقدم وبالطبع غير متاهة في البحث البسيط في البحث البسيط سؤالي أيهما أستخدم أنا يا قارئ القارئ بيستخدم الاتنين لكن درجة العادة على استخدام البحث البسيط لأنه كلنا بنعرفه وقليل مننا من يعرف البحث المتقدم هنا اليوم خذوا مني نصيحة يا من تسمعني يا الطالب طالما هناك في أي محرك بحث وأي قاعد بينات إمكانية الوصول للبحث المتقدم فلا بأس من استخدام حينما تعلم ماذا تريد بالضبط طب أنا لا أعلم ما أريده بالضبط يعني أنا بدي موضوع معين لكن مش عارف هو بموجوده أي صيغة طب مين الكتاب طب في السنوات الزمنية إلق يعني ما عندي فكرة ما عنديش فكرة عن الموضوع بشكل واضح بلجأ للبحث البسيط لأنه في اللهاية حايديني نتائج غزيرة بس حايديني نتائج لكن لو بأعرف لا بلجأ للبحث المتقدم ليش لأنه بوفر علي الوقت والجهد بوفر علي الوقت والجهد واضح المشوضة إذن هذا هو الفرق بين البحث البسيط والبحث المتقدم بكل سهولة وسرعة وهي شاشة البحث المتقدم تخيل أكام حقل صار عندي لما ظهرت على الصبور الآن قبل ما ستتحدث باستمرار بديه جدا 100% الآن الله صلى الله عليه وسلم سيدة محمد سنصل إلى نقطة مهمة جدا طبعا استخدام المنطق البوليني في البحث النقذة التاريخية حارجة لسريعا لأنه موجودة في الكتاب وحتى مش مطلوبة منك لكنك مش مطلوب أنه حجيب عليها أسئلة يعني بس تعرف عليها تمام واضحة تعرف عليها مش هيجع عليها أسئلة في الاختبار إن شاء الله تعالى طبعا المنطق البوليني يستخدم فقط للبحث المتقدم لأنه هو يستخدم لعلمية الربط بين أكثر من المصطلح طرح ما قلت الربط إذن الربط لا يكون في البحث البسيط واضحة أيها الطالب المنطق البوليني هو تورول اللي أعلم البريطاني اللي استخدم في الجابر المنطقي عدوا فيه واستخدم فيه ثلاث معاملات طبعا هذه سريعة معامل ناط أو بالترتيب كمان ما موذكرين او والمعامل اللي بعده طبعا ناط والمعامل اللي بعده لا عفا ناند ومن ثم ناط بالترتيب نبدأ بالمعامل الأول المعامل الأول او أور أو متى يستخدم يستخدم معامل أور أو للربط بين مصطلحين بين مصطلحين أريد نتائجهم معا إما هذا أو هذا إما هذا أو هذا أضرب مثال وانتبه جيدا إلى المثال أيها الطالب أضرب مثال أنا أبحث عن موضوع الإدخار إذن ذهبت إلى محرك البحث إلى جوجل كمثال وكتبت المدخار ثم أضيته أمر البحث بديه جدا أنا على صواب استخدمت مصطلح صحيحة كيوورد صحيحة كلمة مفتاحة صحيحة والحاسوب سيبحث على المصطلح يعني سينفذ الأمر الذي أعطيته له لأنه الحاسوب مبرمج والبرنامج مجموعة من أمر المعدة صلفة للتنفيذ إذن الاتنين صح حتى الآن 100% لكن الحاسب الآلي لا يعلم أن للإدخار متراضفات وحتى لو استخدمنا اسطوب الذكاء الاصطناعي ووضعنا لاحتمالات للمتراضفات فهناك مصطلحات أخرى قد لا تذكر لأن اللغة غزيرة وأيضا تنمو كما ينمو أي علم آخر كما ينمو أي علم آخر وانتبه لكلمة الذكاء الاصطناعي اسمه ذكاء اصطناعي يعني من صناعة البشر كما هو الحاسب من صناعة البشر فبرجأة مرة تانية على سبيل المثال أنا كتبت على المحرك البحث للدخار قلت له انتر وتنسيت أو انسيت أو مش عارف أو ما شابه أن قد يكون هناك بحثا آخر أو مقالة أخرى أو كتاب آخر ولكنه مدخل بمصطلح التوفير سؤالي الموضوعين واحد ولا مش واحد بالطبع واحد أليس الادخار مراضف للتوفير؟ بل بالطبع مراضف له في هذه الحالة هل الحاسب حيجيب للمقالة اللي بالتوفير بالطبع له؟ لأن الأمر له ادخار حينفز أوامر معدى صلفة للتنفيذ كما هي لوحيد عنها برنامج مبرمج وبالتالي مش هيجيدي هذا البحث اللي هو هام بالنسبة له موضوع واحد من هنا ظهر معامل أور معامل أور للربط بين مصطلحين بينهما علاقة ترادف بينهما مصطلح مختصر ومصطلح موسع يعني على سبيل المثال طبعنا ما أقول له أور هانا لو مثلت على الصبور سريعا 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 أيها الطالب هاي ألف 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 لو ألف هنا توفير با ادخار طب جيم لاثنين معا أنا رديته أمر أور أو يعني يا حاسب يا حاسب أينما تجد التوفير جبلية أينما تجد الادخار جبلية لقلت له أمر التوفير أو الادخار إذن هيسترجع لي ألف زائد با وبالطبع جيم وبالطبع جيم هاي معنى كلمة أور التوفير أو الادخار يوآن أو يونيتد ويشت نيشن المصطلح المختصر ومصطلح البسيط آآ الله مصطل على سيدنا محمد ببلوغرافيا بالغيل أو ببليوغرافيا بالجيم إنه قد تتخل هكذا وهكذا هاي كلها نستعملها معامل أور إذا أردت أن يجمع للنتائج وهنا معامل أور يستخدم لتوسيع نطاق البحث يعني على سبيل مثلا بعرف أنه أويئة المعلومات بردفها مصطلح مثلا على سبيل مثلا مجموعة المكتبية أو المصادر المعلومات أو الوثاق فأقول له أويئة المعلومات أو المصادر المعلومات شايف يجمع لي تمحث أخرى وهكذا هاي معامل أور معامل الثاني السريع عن الوقت بدأ ينفذ أنت أنت للرب بين مصطلحين الاقتباس والتوسيق التربية والتعليم الله سبحانه محمد المكتبات والمعلومات هنا لو افترضنا ألف مكتبات با معلومات جي من المكتبات والمعلومات هنا الأمر ماذا هو الأمر الأمر و عفوا الأمر أنت اللي هو الاثنين معا و نعم زي ما قلت نعم أنت هنا ماذا يعني له أي حاسب محترم أنا لا بدي مكتبات لوحدها ولا بدي معلومات لوحدها أنا بدي لما يكونوا مصطلحين ومرتبطين معا المكتبات والمعلومات الاقتباس والتوثيق الاقتباس لوحده بدي شيئا التوثيق لوحده بدي شيئا شو اللي بديها بالظبط اتنين معا هذا معامل و أنت المعامل إذن هو للتضييق المعامل الثالث والأخير من ضمن المنطق البوليني وهو مهم وانتبه لجيدا أيضا معامل نط لا ما عدا هذا للإستثناء وايضا للتضييق النفط في دول الخليج ما عدا الكويت سؤالي أليست الكويت من دول الخليج طب نعم ولكن في بحثي مش محتاجها فما فيش دعا للنتائج تكون غزيرة بدأ أقلص من النتائج أو المناهج الدراسية ما عدا المرحلة الثانوية مثلا أو المرحلة الجمعية أو مشابعة أليست هذه المرحلة ضمن المناهج نعم ولكني بتستثنيها إذن هنا للتضييق أيضا معامل نط نقاط سريعة وموجودة في الكتاب لكنها البحث بجملة البحث هنا البحث بجملة البحث أي الجملة كما هي أعيد وأكير مرة ثانية الجملة كما هي وهنا توضع بين علامة هي تنصيص دون تغيير في حرف منها أو ما شابع لو تغير حرف أو كلمة بالطبيع لم ولن يستدعي الجملة متى ألجأ إليها إذن عارف العنوان بالضبط أو عارف المؤلف بالضبط عشان ما بداش أدور بشكل كبير يعني اليوم أيها الطالب وهنا بالمناسبة تستخدم في البحث البسيط أو بحث المتقدم لأنه ليس بها ربط اليوم أيها الطالب فوت على جوجل نصيحة جرب كل كلام اللي بحكيه إلا أن يجرب فلن تتمكن من فهمه لأنها مهارة والمهارة مهارة تقنية والمهارة لا يمكن تكتسابها إلا بالتجربة 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 فكمثال جرب على السابق وجرب على الحالي اكتب أي كلمة أو أي عبارة أو أي كيورس مصطلح بدون على متى تنصيص القسين الصغار قبلها وبدون مسافة والقسين الصغار بعدها اكتبها قبلها ستكتشف أنها نتائج غزيرة طب ضعها بين قوسين بينها تنصيص ستجد أن نتائج محدودة وقد لا تعدى أصابع اليد الواحدة ليش؟ لأنه ديته أمر ما بين على متى التنصيص بدها بالضبط دون زيادة أو نقصان طبعا المصطلح التال أو الخامس الاستخدام البتر إما ها أبتر حرف من كلمة أو كلمات من جملة كثير من الأحيان خاصة في اللغة الإنجليزية قد أعيل سبيلنج بشكل كامل آي إي إي إلخ فمباشرة الحرف اللي بشك فيه بحط بدله شرط البتر طبعا شرط البتر هي شرط النجمة في كل الأنظمة العالمية النظام مكتبة جامعة لقصة المستخدم هنا النظام الخاص بالطلبة ورجستر ومشابه يستخدم نظام شرط في المية بس هذا في النهاية لنظام البتر البتر يعني بمعنى كلامي عصب المثال لو لدي عصب المثال ببحث عن مثلا مدرسون مدرسات موالخ كلهم بداياتهم واحدة ها أديك المثال سريعا لأنه سألهم المحاضرة بعد قليل مدرس مدرسة مدرسات مدرسون مدرسين لو انتبهت كل بداياتهم واحدة نهت مختلفة لكن مضمونهم واحد فلا أريد أن أبحث عن كل واحد منهم لوحده وبالتالي بضع الأحرف الثلاثة أو الأربعة الأولى المشتركة بينهم ميم دال راو بضع شرط البتر يعني بدي أمر للحاسب كل ما يبدأ بهذه الأحرف أنا بديها وبالتالي كل ما يبدأ بهذه الأحرف ومن ثم يكمل بيجيب ليها في نتيجة واحدة وهكذا هاي ما يسمى بالبتر وكرر مرة أخيرة يصلح لبتر حرف من كلمة سواء في بداية أو وسط أو نهاية الكلمة أو لكلمة من جملة عند هذه النقطة سأتوقف بإذن الله تعالى ولكن سأقول لك سريعا ما تبقى من هذا الفصل فقم بقراءته في شيء صعب نهائيا ورغم ذلك مع بداية المحاضر القادم سأعرج عليه سريعا ومن ثم أبدأ المحاضر القادم في الفصل الرابع بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة